في وحدة النسب والتناسب سنعتمد في درسنا على النسبة والنسبة إذا كانت A إلى B من اليسار إلى اليمين هي A على B فالعدد الذي يكون في اليسار هو في البسط لكن هذا إذا كتب على شكل نقاط أما A بالعربي تكتب A إلى B من اليسار سأقوم بتوضيح كيف أقوم بكتابة النسبة لكن هنا دعونا نقوم بحل مثال جدا بسيط مثلث نسبة أطلعه 2 إلى 2 إلى 3 فاكتب الأطلع 2X 2X و 3X هذه 3X قم بتعديلها الآن لحساب محيط أي مثلث أو أي مضلع اجمع الأطلع 2X زائد 2X زائد 3X لكن هنا يساوي 392 هو أعطاني قيمة هذا المحيط فهنا سيكون لدي معادلة بسيطة اجمع هذه الأطلع 7X يساوي 392 فهذه النسبة ربطها بمتغير لتقوم بحل هذه المعادلة عند القسمة على 7 يكون الـ X قيمتها 56 كما قلت هنا أعدلها X الآن 2X أي 2 ضرب 56 112 وهنا 2 أيضا ضرب 56 112 3 ضرب 56 هذا الضلع الأطول طبعا ويساوي 168 وهو الذي يعيده في هذا السؤال لأنه سأل أوجد طول أطول ضلع في هذا المثلث دائما تذكر ستعتمد أنت في وحدة النسب على الكسور فمثلا هذه المعادلات معادلات نسب هي معادلات تحتوي على كسور تحل عن طريق الضرب التقاطع X في سالب 6 هي السالب 6X والأربعة في الأحدى عشر هي أربعة وأربعون الآن معادلة بسيطة تقسمها على العدد سالب 6 كلا الطرفين طبعا هذه المعادلات تحل الآلة الحاسبة عن طريق Shift-Solve وقمنا بتوضيحها في السابق X يساوي هنا عندما نقسم 44 على سالب 6 سالب 7 و3 المعادلة الثانية أيضا بطريقة مشابهة أضرب في البداية ضرب تقاطعي 6 في 7 6 في 7 هي 42 الآن أضرب السالب 4 في المقام كامل أي سالب 4 واستخدم الأقواس 2Y زائد 5 ستستخدم في البداية ذلك خاصية التوزيع سالب 4 في 2Y هي السالب 8Y وسالب 4 في الموجب 5 هي السالب 20 هذه المعادلة في البداية أنقل السالب 20 تصبح موجب 20 أي 42 زائد 20 هي 62 أقسم على سالب 8 كلا الطرفين فنجد أن قيمة الY تساوي سالب أيضا لأن موجب على السالب يعطيك دائما السالب سالب 7 و75 جزءا في المئة السؤال 3C أيضا تستطيع في الآن الحاسبة إذا كنت تريد الحل فقط من دون الخطوات لكن سأقوم بالحل الآن 7 في المقام وتسع في المقام الآخر 9 في زد ناقص 1 استخدم الأقواس كي لا يكون لديك أي خطأ وأيضا 7 في زد زائد 4 الخطوة الأولى استخدم خاصية التوزيع في كلا الطرفين 9 زد ناقص 9 و7 زد زائد 28 الآن أفصل متغيرات عن الأعداد هنا ناقص 7 زد 9 زد ناقص 7 يساوي 2 زد في اليسار أما في جهة اليمين السالب 9 أخذها إلى اليمين أي تصبح زائد 9 فهي 37 هنا أقسم كلا الطرفين على العدد 2 قسمة 2 وقسمة 2 فيكون قيمة الزد أو قيمة المجهول هنا يساوي 18 ونصف مثال آخر بفكرة مشابهة هنا ستقوم أنت بكتابة المسألة أو معادلة النسبة نلاحظ أن النسبة هي اصطياد الفراشات إلى فراشات عليها علامة فسأقوم بكتابة النسبة فراشة وأيضا فراشة لها علامة يجب أن تكتب المسميات أسهل لكتابة الأعداد فالـ 48 هي فراشة أما الثلاثة فراشات هي ثلاثة لها علامة هو أعطاني أو سألني كم واحدة عليها علامة إذا استد مئة فراشة فلاحظوا أن الفراشة كتبتها في البسط فاجعلها أنت أيضا المئة في البسط والعلامات التي سألني عنها تكون في المقام فأضرب الضرب التقاطعي وأقسم على 48 طبعا المعادلة من الممكن أن أكتبها بشكل معكوس أي 3 على 48 يساوي W على 100 لكن يجب أن أعكس الطرفين فتجد أن الناسج 26 و 25 جزء لكن بما أنني أتحدث عن فراشات فلا يوجد أجزاء الفراشات فهو تقريبا ستة فراشات الآن السؤال الأول سألني ما نسبة مالك الحيوانات إلى عدد الأسر لاحظوا دائما الكلمة التي تعطي بعد كلمة إلى تكون في المقام فهنا أتحدث عن نسبة الملاك على الأسر بشكل كامل الملاك هنا نتحدث عن أو عدد الأسر الإجمالي هو ألف أسر أما الملاك منهم الذين يملكون كلبا هي 460 فلذلك الكسر هو 460 على ألف بالآن الحاسبة سيعطيك إياه بأبسط صورة 460 على ألف هي نفسها النسبة 23 على 50 وتكتب من اليسار 23 إلى 50 تقرأ 23 إلى 50 هنا ما هي النسبة التي يريدها نسبة المراكز المتاحة إلى الفتيات كلها عدد المراكز المتاحة في هذه اللعبة هي 15 مركز فهي التي تكون في البسط أما الكلمات التي تكون بعد إله هي تكون في المقام ولدي 30 فتاة موجودة فيساوي 1 على 2 أو 1 إلى 2 في مسائل المضلعات هذه النسب قم بربطها بمتغير فهذا المضلع أضلعه 2X وأتحدث عن محيط فسأقوم بجمع الأضلع زائد 5X زائد 4X وناتج هذه الأعداد يساوي 165 هو أعطاني أن المحيط 165 قم بحل هذه المعادلة في البداية قم بتبسيطها 11X يساوي 165 ثم أقسم على العدد 11 نجد أن هذه المعادلة أو قيمة X هنا X تساوي 15 هو لا يريد مني إيجاد المتغير انتبه للطلب طلب مني أوجد طول كل الأطلع الضلع الأول قيمته 2X لكن X هي 15 فإثنان في 15 الثاني خمسة في X أي خمسة في 15 والأخير أربعة في 15 طبعا يكون ثلاثين خمسة وسبعين والأخير هو ستين السؤال الثاني بطريقة مشابهة لكن تجد أنه يتحدث عن زوايا المثلث وأنا أعلم أن مجموع زوايا المثلث 180 لو لم يذكر هذه المعلومة فأيضا أربط هذه الزوايا بمتغيرات 4X إذا جمعتها مع الزوايا الثانية أي 6X و8X زوايا المثلث كلها إذا جمعتها دائما تعطيك 180 معادلة قم بحلها 18X يساوي 180 اقسم على العدد 18 فX يساوي 10 فالزاوية الأولى هي 4X أي 4 في 10 والزاوية الثانية 6 في 10 والأخير 8 في 10 فنجد أن مجموع أو قيم الزوايا 40 ثم 60 وفي النهاية 80 هذه هي الزوايا الثلاثة لهذا المثلث في مثلا السؤال السادس سأقوم بحل السؤال السادس مباشرة ضرب تقاطعي من الممكن أن أخطص أن أضرب الثمانية وعشرين في الخمسة وأقسم على العدد الثالث وهو المئة ثمانية وعشرين في خمسة وقسم على عدد 100 يساوي 7 على خمسة وهذه قيمة X 7 على خمسة أو من الممكن أن أكتبها واحد وأربعة أجزاء إذا أردت أن أكتبها كعدد عشرين هذا السؤال السابع أيضا مباشرة اضرب 2 و2 بالعشر في 96 وقسم على العدد الثالث وهو 26 وأربعة أجزاء هذا الحل بشكل مباشر خصوصا إذا كان المتغير منفرد مثل هذا فقط X أما إذا كان في السؤال الثامن X ناقص ثلاث تحتاج إلى حل بالتفصيل أفضل فـ 2.2 في 96 على 26 وأربعة أجزاء الناتج هو ثمانية بشكل مباشر السؤال الثامن كما ذكرت قم بحلها بالخطوات من الأفضل أو إذا كان يريد منك الحل فقط استخدم الأهل الحاسبة هنا سنضرب مباشرة ثلاثة في خمسة خمسة عشر يساوي ثمانية ضربها في الـ X وفي الثلاث أضربها في البست كامل ثمانية في X هي ثمانية X وثمانية في ثلاثة هي 24 انقل السالب 24 أي اجمع 15 زائد 24 هي 39 ثم اقسم على العدد الثمانية فتجد أن العدد هو طبعا عدد تركه كما هو من الأفضل اقسم على ثمانية فالـ X قيمته تسعة وثلاثين على ثمانية لأنها بالآن الحاسبة هي أبسط الصورة إلا إذا أردت أن تقوم بتحويلها لعدد عشر السؤال التاسع يجب أن تقوم بكتابة أنت المعادلة لكن كما ذكرت دائما أكتب المسميات فمثلا أنا في هذه المسألة ألاحظ أن لدي نسبة بين عدد البيض وقطع الخبز أو إجمال المعجنات التي تقوم حليمة بخبزها فلذلك النسبة هي بين البيض والإجمال للمخبوزات عدد البيض في البداية في النسبة الأولى هي إثنان بيضتان لكل 12 قطعات خبز أي إثنان للبيض في البست و12 للخبز من الممكن أن أقوم بعكس المعادلة كلها أكتب الإجمال في الأعلى والبيض في الأسفل لكن كل الأرقام ستركس الآن هو أعطاني 108 قطع مخبوزة إجمالي وهو سألني عن عدد البيض إذن البست هو المجهول فأمني يساوي أضرب الطرفين 2 في 108 وقسم على العدد 12 مباشرة عملية حسابية قم بها 108 ضرب 2 والناتج مباشرة أقسمه على 12 فيكون عدد البيض هو 18 بيض سأنتقل إلى معادلة في الأسفل هي نفس الفكرة لكنها تحتوي على أسس من الدرجة الثانية سأقوم بضرب الأربعين في إكس زائد اثنان وأستخدم الأقواس أفضل وأيضا أضرب العشرة في البست كامل أي في إكس أس اثنان وأربع إكس وأيضا العدد أربع هنا المعادلات يجب أن يكون لديك مهارة لحل هذه المعادلات هي معادلات كثيرة حدود مسميها أنا من الأفضل أن أقوم بالتخلص من العدد 10 والأربعين لذلك إلهما يقسم على العدد 10 فهذه الخطوة الأولى لتبسيط المعادلة يجب أن أقوم بتبسيط معادلتي أفضل أن أستخدم التوزيع التوزيع سيكون لدي أعداد جدا كبيرة فهنا يبقى فقط عدد أربعة أربعين على عشرة فأربعة في إكس هي أربعة إكس زائد ثمانية وهنا لم يتبقى شيء فاكتب القوس كما هو هو تبقى لدي عدد واحد للتوضيح وواحد في أي شيء كما هو يبقى الآن سأقوم بتجميع الحدود الثمانية تصبح ناقص ثمانية في اليمين أربعة ناقص ثمانية سالب أربعة والأربعة إكس إذا طرحت منها أيضا أربعة إكس تحذف والإكس أس إثنان كما هي تنزل فالمعادلة هي إكس أس إثنان ناقص أربعة يساوي صفر سأقوم بفصلها إكس أس إثنان يساوي أربعة وأخذ الجدر التربيعي لها فلذلك الإكس تساوي موجب أو سالب إثنان هذا هو حل هذه المسألة السؤال الثاني أصعب قليلا يحتاج إلى تبسيط به دقة أكثر سأقوم في البداية مباشرة بالقسمة مثلما قمت بالقسمة على العدد عشر هنا من الأول سأقوم بالقسمة على العدد ثلاث يبقى هنا واحد إكس أما هناك ستة فإكس سأقوم بضربها بتسعة إكس زائد ستة وأعيد المقامين قسمتهم على الثلاث والعدد ستة سأقوم بضربه في البسط الثاني عشرين إكس زائد أربعة الآن إكس ضربها بتسعة إكس يعطيك تسعة إكس أس إثنان إجمع الأسس وإكس في ستة هي ستة إكس يساوي مئة وعشرين إكس زائد أربعة وعشرين الآن أطرح مئة وعشرين ستة ناقص مئة وعشرين هي السالب مئة واربعة عشر إكس والأربعة وعشرين للطرف الآخر تساوي سالب أربعة وعشرين سأختصر حلها بالآلة الحاسبة لكن يجب أن تكون دقيق باستخدام الآلة الحاسبة هي تحل بطبق مختلفة لكن أنا سأكتفي بالآلة الحاسبة الآن ونفصل حل المعادلات كثيرة الحدود في دروس مختلفة الآن لو استخدمت هذه الآلة الحاسبة هذا النوع القديم عن طريق مود خمسة ثلاث أدخل المعاملات تسعة ثم سالب مئة واربعة عشر وسالب أربعة وعشرين للحل الأول هذا أكتبه كعدد عشر طبعا هو 12 و87 جزء في المئة أو تسعة أجزاء في العشر إذا أردت تقريب الحل الثاني يضغط مرة ثانية يساوي نجد أنه سالب جزئين من عشر بعض الطلبة هنا يقوم بحل باستخدام Shift-Solve طبعا تحل باستخدام Shift-Solve أي أكتب المعادلة كما هي وقمت أنا بتوضيحها في مقاطع مختلفة تستطيع البحث عنها في أي وقت في هذه القناة الآن لكن هنا الملاحظة هذه المعادلة لها حلين Shift-Solve دائما يعطيك حل واحد فقط هنا Shift-Solve وانتبه لهذا العدد الصفر هو ليس حل لكن هذه قيمة ابتدائية لها علاقة بالدارس في الثالث ثانوي اسمه طريقة نيوتن لحل المعادلات هذا الحل الأول إذا أردت أن تقوم بإيجاد حل ثاني يجب أن تقوم بتغيير القيمة الابتدائية بطريقة صحيحة أنا جاببت السالب منها لم يعطيني حل ثاني أعطاني نفس الحل كما ذكرت هذه الآلة الحاسبة قديمة هذه الآلة الحاسبة أفضل الآن لو كتبت المعادلة بنفس الطريقة ألفا إكس وألفا يساوي ثم Shift-Solve 23x ساعد أربعة على ثلاث اكس Shift-Solve الآن لاحظوا أعطاني قيمة ابتدائية صفر لا يهم الحل الأول هو 12 و 87 Shift-Solve سأغير القيمة الابتدائية مثلا إلى سالب واحد هذا لا يهم الآن هو ستقوم بتفهم هذه الفكرة في الثالث ثانوي لكن أنا أتحدث عن استخدام الآلة الحاسبة وهذا هو الحل بطريقة مختلفة